اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان كتبت السؤال هل الله صار انسان واحد من اهم الاسئلة المعظم او كتير من المشاهدين مشاهدينا احبائنا اللي بيسأل عن هذا الموضوع البعض بيسأل حتى يهاجم والبعض الاخر بيسأل لانه فعلا في قلبه جوع وعطش انه يعرف كلمة الله ويعرف كيف احنا كمسيحيين منفكر او بالاحرى ما هو الفكر الكتابي حبيت في البداية اقول انه كلمة صار يعني لا تعني انه زي طفل صار رجل يعني فكرة التحول لا نقول انه الله صار انسان يعني قلل من نفسه او قلنا انسان صار اله طبعا هذا كفر وهذا جحود وهل اذا الله بيتخذ جسد في ملء الزمان يقلل من اهميته ويقلل من معاملته لنا واذا كان الله بحبنا واراد انه يتعامل معنا بهذه الصورة هل نحاسبه او نطالبه او نرفضه او نتركه او نستنكر هذه الطريقة ومن هو الانسان اللي بحاول انه يعارض الفكر الالهي واذا كان الله هو القادر على كل شيء هل يعجز انه يتخذ جسد وهل فعلا اللهوت محدود في جسد مع انه المسيح اتحد بجسد بشريتنا لكنه من ناحية اخرى اللهوت غير محدود مال السماء والارض وفي كل مكان كل هذه الاسئلة المفروض انه خلال الاسابيع القادمة انه نتكلم عنها انشاء الرب اقول انشاء الرب لانه انا بعمل هذه البرامج من كندا وبس من دقيقة يعني قبل ما ابتدي بالفكرة انه اتكلم معك صار في قانون انه عاملين اغلاق كامل لـ 28 يوم فرح نشوف كيف ممكن نتواصل بهذه الافكار لكن ابقوا معنا لانه رح نتواصل خلال الاسابيع القادمة ونتكلم عن هذا الموضوع باسهاب نتكلم عن التجسد فكرة عمانويل الله معنا فكرة الكلمة كلمة الله اللي اتخذ جسد في ملء الزمان ورح نتكلم عن الغرض والهدف من تجسد المسيح وليه اتجسد ورح تكون يعني تتبارك من هذه الامور اللي تخليك تشكر الرب كل الحياة وكل الابدية على ما فعله الله لكن عاوز اقول شيء مهم جدا اذا عندك تعليق او عندك سؤال في هذا الصدد احنا ممكن نكمل التواصل عن طريق الفيسبوك او اي تواصل اجتماعي بحيث ان نرد على اسئلتك فرح نخصص كل يوم اتنين الرد على الاسئلة واذا الرب فتح الباب ممكن رح يكون في البث المباشر على القنوات او على القناة الفضائية قناة الحياة ارفعونا في صلواتكم واحنا منصلي من اجلكم ولكن انا عاوز انت تتواصل معي وتحكي لفكرك في هذا الموضوع هل يعجز الله ان يتخذ جسد واذا اراد الله ان يزور الانسان او يفتقد البشرية باي صورة ممكن الله يتكلم او يتواصل او يتفاعل مع الانسان بحب اسمع تعليقاتك والرب يباركك اشتركوا في القناة